المحرك يعد المحرك الجزء الأهم في السيارة ويعتبر بمثابة القلب النابض لها فبواسطة المحرك يتم توليد الطاقة الحركية اللازمة ليس فقط لتحريك السيارة وإنما للعديد من الأجزاء الأخرى منها مثل المولد الكهربائي ومضخة الوقود ومضخة الماء ومضخة الزيت وجهاز تقوية الفرملة لذلك عندما يتوقف المحرك عن العمل تتوقف أجزاء السيارة الأخرى عن العمل مما يؤكد على الأهمية البالغة للمحرك تستخدم معظم سيارات الركاب الصغيرة محركات البنزين ذات الأربعة أشواط والتي تتكون من الأجزاء الرئيسية التالية عمود الكامات ورأس المحرك الذي يحتوي على صمامات الدخول والخروج وشمعة الاحتراق وجسم المحرك الذي يحتوي على غرف الاحتراق الإسطوانية ومكابس الدفع وأخيرا وليس آخرا خزان الزيت السفلي والذي يحتوي على زيت المحرك ومضخته والسؤال الآن هو كيف يعمل هذا المحرك؟ يعتمد مبدأ عمل المحرك على إحداث انفجار في غرف الاحتراق لتحريك مكابس الدفع المتصلة بعمود المرفق والذي يمثل محور الدوران الرئيسية في المحرك وتتم عملية الانفجار هذه في أربعة أشواط ففي الشوط الأول يتم سحب خليط الاحتراق الذي جهزه المغذي وذلك من خلال مجال السحب وعبر صمام الدخول الذي يكون مفتوحا في ذلك الوقت حيث إنه عندما يندفع المكبس إلى أسفل يحدث تخلخنا في الهواء مما يعني جعل الضغط الجوي في غرفة الاحتراق أقل من الضغط في غرفة الخلط في المغذي تتكون بالتالي قوة سحب تسحب الخليط إلى غرفة الاحتراق أما في الشوط الثاني فيتم ضغط خليط الاشتعال عند ارتفاع المكبس وذلك لرفع درجة حرارته وتجهيزه للانفجار بعدها وفي الشوط الثالث تصدر شمعة الاحتراق شرارة كهربائية مشعلة للخليط المضغوط ومحدثة انفجارا في غرفة الاحتراق مما يعني اندفاع المكبس إلى أسفل بفعل قوة الانفجار وبالتالي تدوير عمود المرفق المتصل مع مكبس الدفع بعدها وفي الشوط الرابع ينفتح صمام خروج الغازات الناتجة عن الانفجار فتندفع الغازات من خلاله بفعل ضغط المكبس المندفع لأعلى وتستمر الغازات بالمسير عبر مجار العادم إلى المجرى الرئيسي لهذا العادم ومن ثم تتم تصفية الغازات في مصف العادم قبل خروجها إلى المحيط لتقليل الضرر قدر الإمكان ولربما تتساءل وتقول إذا كان المكبس قد تحرك إلى أسفل في الشوط الثالث بفعل الانفجار فكيف تحرك في الأشواط الأخرى؟ الجواب هو أن هذه الأشواط الأربعة تتم في المحرك بشكل تتابعي وتبادلي أي أنه حينما ينتهي شوط الانفجار في أحد المكابس يكون هذا الشوط قد بدأ في مكبس آخر مما يعني أن شوط الانفجار في أحد المكابس يعطي الطاقة الحركية للمكابس الأخرى المتصلة جميعا بعمود المرفق وتحافظ هذه الحذافة الثقيلة الوزن نسبيا على ثبات حركة عمود المرفق وتمده بالطاقة الحركية عند اللحظات التي لا يكون فيها انفجار في أي من المكابس والتساؤل الآخر الآن هو كيف يتم فتح صمامات الدخول والخروج في الوقت المناسب في الأشواط الأربعة لكل أسطوانة يتولى هذه المهمة في المحرك عمود الكامات المتصل مع عمود المرفق بواسطة حزام مسنن ويوجد على هذا العمود كامتان لكل أسطوانة الكامة الأولى تقوم بالضغط على صمام الدخول أثناء دورانها لفتح هذا الصمام لدخول خليط الاشتعال وباستمرار دوران عمود الكامات تبتعد الكامة عن صمام الدخول سامحة لنابضه بإغلاقه مع انتهاء الشوط الأول في تلك الأثناء تكون كامة صمام خروج الغازات بعيدة عن صمام الخروج مما يعني إبقاءه مغلقا حتى تتم الأشواط الثلاثة وباستمرار دوران عمود الكامات تضغط كامة صمام الخروج على هذا الصمام فاتحة إياه وسامحة للغازات بالخروج في الشوط الرابع ويغلق هذا الصمام ثانية بعد ابتعاد الكامة عنه ولضمان تمام هذه العملية في الوقت المناسب يربط عمود الكامات مع عمود المرفق بواسطة ترسين لهما ضعف الحجم وتثبت الكامات على عمودها بحيث تكون الزاوية بين كل كامتين لنفس الاسطوانة هي 180 درجة والزاوية بين كل زوجين من الكامات لكل اسطوانة هي 90 درجة مما يعني أنه كلما دار عمود المرفق دورتين يدور عمود الكامات دورة واحدة وبما أن الأشواط الأربعة لكل مكبس تتم خلال دورتين لعمود المرفق فهذا يعني أن يفتح الصمامان من خلال هذا التنظيم مرة واحدة كل أربعة أشواط أي كل دورة واحدة لعمود الكامات بقي أخيرا أن نعرف الكيفية التي يتم من خلالها توليد الشرارة الكهربائية في الوقت المناسب كما أن توقيت فتح الصمامات يعتمد على دوران عمود المرفق فإن توقيت إصدار الشرارة الكهربائية يعتمد أيضا على دوران عمود المرفق وذلك لضمان التوقيت السليم للأشواط الأربعة تثبت شمعات الاحتراق في رأس المحرك بحيث يكون رأس هذه الشمعة فقط داخلا في غرفة الاحتراق وتستمد هذه الشمعات طاقتها الكهربائية من الموزع المتصل مع المحول الكهربائي هذا المحول يقوم بمضاعفة التيار القادم من البطارية حتى تتمكن شمعات الاحتراق من توليد الشرارة الكهربائية لإشعال خليط الاشتعال ويتولى هذا الموزع عملية إيصال الطاقة الكهربائية إلى كل شمعة في الوقت المناسب وذلك عن طريق تثبيته على عمود الكامات المتصل بعمود المرفق كما ذكرنا سابقا فعندما يدور عمود الكامات يدور معه رأس الموزع الداخلي مغلقا بذلك الدائرة الكهربائية لإحدى الشمعات للحظة قصيرة فتحدث الشرارة الكهربائية المطلوبة داخل غرفة الاحتراق الموجودة فيها الشمعة وباستمرار دوران رأس الموزع يتم إيصال الكهربائي إلى كل شمعة بشكل متتابع لتتم بالتالي أشواط الانفجار بشكل متتابع في المحرك ترجمة نانسي قنقر